إن رفض الميلاد العذراوي هو رفض المخلص والخلاص ومن ثم رفض خطة وطريقة الله للخلاص من ثم هي رفض للمسيحية من أساسها ليه؟ كل الديانات بتتمحور حول شيء تعمله فراء التقوس نوميس إلى آخره المسيحية مبادرة إلهية الله اللي اختار الله اللي دبر قبل تأسيس العالم الفداء الذي أعد قبل تأسيس العالم بروح أزلي قدم نفسه في العبرانيين مكتوب في بطرس مكتوب افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب لكن إيش؟ افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم فإذن أنت بترفض المسيحية من أساسها ثم رفض الميلاد العذراوي هو رفض حقيقة التدخل فوق الطبيعي أنت عام يعني إلهك ضعيف إلهك مزاجي إلهك غير قادر إلهك أنت هقوى منه لأنك أنت اللي بتخطط له وبتحكي لهذا الإله شو يعمل أو كيف يعمل أو يختار الطريقة أو لا يختار فالميلاد العذراوي هو رفض حقيقة آية مهمة جداً حدث كلام الملاكة للمطوبة مريم العذرا قال لها لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وهذه الكلام كانت فعل على كلامه بقول هو ذا ناسيبتك الإصابات الإصابات كانت ساكنة بعين كارم في جبال اليهودية بعيدة عن الناصري حوالي 160 كيلو متر وكانت عاقر وكانت مسنة يعني كان عمرها فوق الستين وزوجها كمان كان عجوز كبير بالعمر ولكن لما ظهر الملاك في في القدس في هيكل أرشاليم لزاكريا قال له سمعت طلبة يعني الرب استجاب الطلبة وبيكمل بيحكي لمريم كعلامة لإلها بقول لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فإذا أنت بدك يكون إلهك ضعيف وأنه غير قادر وغير يعني ما بقدرش يعمل معجزات أنت حر إله المسيحية هو الإله القادر على كل شيء هو الإله الذي يصنع المستحيل هو الإله الذي يتدخل في حياة الناس ثم هو إنكار للمعجزات لأنه أعظم معجزية يعني المسيح دخل للعالم بمعجزة حبل به بقوة الروح القدس في إنجيل متى وإنجيل لوقة طبعا في بدعة كثيرة في بداية المسيحية حاولت تنكر الميلاد فمثلا الغنصية أنكرت الميلاد العذراوي ليه؟ لأنه أنكرت أنه المسيح يتخذ جسد حقيقي جسد حقيقي فهن لا يؤمنوا أنه الجسد مادي والمادي شر ولكن فعلا المسيح ولد من عذراء بجسد حقيقي ثم عندك الأبيونية اللي هي نادت أنه المسيح مخلوق يعني مزبوط أنه المسيح كلمة الله ولكن كن فيكون يعني الله اللي خلق المسيح ولا يؤمنوا أن المسيح هو الخالق هو الخالق فإذن أحبائي يعني الأبيونية نادت أنه المسيح مخلوق عندك التيارات الليبرالية حتى يومنا هذا أنكرت الميلاد العذراوي لأنها تنكر كل ما هو معجزي وطبعا إلى اليوم بحاولوا أن يجعلوا من يسوع مجرد إنسان مجرد نبي عظيم بإنكار الميلاد العذراوي من ثم ينكروا المعجزات لأن المعجزات يعني الله خلق نواميس طبيعية بس الله اللي خلق فهو عنده نموس آخر ممكن يخلقه وإنه ممكن يعمله فطبعا كل ما هو معجزي مرفوض بالنسبة لهذه التيارات الميلادية يحنى حارب البدع منها الغنصية قال كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح يعني إذا لم تؤمن بالميلاد العذراوي أن المسيح اتخذ جسد في ملء الزمان أنه مولود غير مخلوق فإذا انت رفضت الفكرة بحسب البشير يحنى وأنا أقولها بك بصريحة العبارة أنت ضد المسيح وهي الروح هي روح شيطانية روح شريرة اللي بترفض مجيء المسيح في الجسد من ثم ترفض الخلاص الكامل من خلال يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة